السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أثناء شرحي للنود إديتر استعملت هذا الميكس رجي بي ربما مليون مرة وهو في Shift A Color Mix RGB هذا وفي كل مرة استخدمت أغير أساس الدمج من ميكس إلى مولتيبلاي أو سكرين مولتيبلاي أو سكرين لكن لماذا ذلك؟ لماذا أغير أساس الدمج أحيانا إلى مولتيبلاي أو سكرين؟ أولا لايك وسبسكرايب وفعل الجرس لأني أرى أن الكثير من مشاهدي هذه القناة من غير المشتركين لنبدأ بسكرين السكرين هو أساس دمج يحتفظ بالبيض ويغيب السواد إذا أردت مثلا الخلط بين هذه الصورة التي هي هذه وهذه الصورة التي هي بالأبيض الأسود بأساس دمج سكرين فإن كل ما كان أبيض في هذه الصورة سيبقى سكرين وكل ما كان أسود وهي القارات ستختفي وتظهر الصورة التي تحتها تلاحظون أن القارات هنا سوداء لذلك هي اختفت وظهر ما تحتها وهذا مفيد جدا أحيانا وذلك مثل ما هو في الفيديو في الأعلى حيث أني استخدمت أساس دمج سكرين لأجل وضع السحب على الكرة الأرضية في ذلك الفيديو لكني استخدمت سكرين كذلك في حالة أخرى في نفس الفيديو الذي ظهرت إذا أتيت إلى هذه الطبقة الآن واستظهرت وخفيت هذه فإني استخدمت سكرين في مثل هذه الحالة أتيت بصورة للHDR هنا يمكنك معرفة كل شيء عن الHDR وطريقة إعدادها في بلندر من الفيديو في الأعلى ثم ضغط CTRL T وCTRL T هذه لن تعمل إلا إذا كنت مشغل النود رانجلر تابعي الفيديو الذي سيظهر الآن في الأعلى لمعرفة كل شيء عن الNode رانجلر ثم بدلت أساس التطبيق هنا إلى Reflection إذا ضغط CTRL SHIFT وضغطت هنا ثم بدلت هنا من Flat إلى Sphere فستظهر النتيجة تلاحظون أنه عبارة عن إنعكاس وكأنه إنعكاس ثم خلطت بينها وبين هذا اللون الأساسي أي صورة الأرض بأساس دمج سكرين فحصلت على هذه النتيجة لكن لماذا؟ لماذا خلطت بينهما بأساس دمج سكرين؟ هناك شيء متعلق بهذا نفعله منذ نعومة أظافرنا إذا أردت أن إطلال من خلال زجاج نافذة إلى غرفة داخلية مثلا وكان الوقت نهار فإنك تضع يديك حاجزين لتحجز الضوء ثم بعد ذلك تستطيع النظر من دون هذه الحركة لن تستطيع رؤية ما في الداخل وهذا بسبب فرق الإضاءة بين الخارج المشمس والداخل المظلم نستنتج من هذا أنه كلما كان فرق الإضاءة لصالح الخارج كلما رأينا انعكاس أكثر على الزجاج انعكاس للبيئة الخارجية وكلما كان فرق الإضاءة لصالح الداخل رأينا ما في الداخل أكثر لذلك أنت تسلط بقعة مظلمة على الزجاج بيدك حتى تستطيع النظر إلى الداخل بنفس هذه الطريقة حدث ما حدث في هذه الطبقة الأولى بحيث أنه إذا كانت البيئة الخارجية عبارة عن بياد تام أي عبارة عن ضوء تام فإننا لن نتمكن من رؤية البيئة الداخلية سنرى فقط البيئة الخارجية منعكسة عليها أما إذا كانت هناك بقع سوداء مظللة في البيئة الخارجية فإنها بإمكاننا الرؤية عبرها وهذا ما يفعله بالذات السكرين بحيث أنه يعرض من الصورتين أضواءهما في مثال الغرفة الذي أدرجته هناك صورتين إن صح التعبير صورة للبيئة الخارجية منعكسة على الزجاج وصورة للبيئة الداخلية خير في الزجاج وما يظهر منهما هو أكثر البيئتين ضوءا أعيد وأكرر وهذا ما يفعله السكرين أساس الدمش سكرين فهو يعرض من الصورتين أضواءهما هذا كل شيء بالنسبة لشرح أساس الدمش سكرين في هذه الميكس RGB إذا عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب لا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات التي تظهر هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته